النهاردة تم الاعلان انه النادي الاهلي هيحتفل النادي الاهلي هيحتفل بدرع الدوري يوم السبت القادم في مباراة جرمهية باياب دول 32 بدوري ابطال افراقيا واحدة واحدة يعني خد موافقة الكاف انه يحتفل بلقب الدوري المصري في اياب دول 32 ببطولة دولي ابطال افراقيا يوم السبت على استادة الكهر واحدة واحدة قبل ما اقول لك شوية معلومات مهمة عن الاحتفالية دي الدولي المصري يتم الاحتفال بيه في بطولة افراقيا اعقلها انت بقى اعقلها النادي الاهلي لا لوم عليه بقى بالعكس شادة كبيرة جدا بادارة النادي الاهلي ادارة النادي الاهلي كان ممكن في احتفالية في النادي في اي مكان تحتفل بدرع الدوري مع اللاعبين والجهاز الفني ادارة النادي الاهلي قيت لك لا انا لما احتفل بدرع الدوري يبقى معايا جمهوري في المدرجات يحتفلوا معايا هم شركاء في هذا الإنجاز لقب الدولي الممتاز براف إدارة الآله حط إدارة الآله على جنب إشادة على همش غلط حطها على جنب أنا بس يا سادة يا محترمين يا سادة يا كبار سواء ناس في رابطة الأندية سواء ناس في اتحاد الكرة ناس اللي بتدير الكرة في مصر والله مش حاجة محرجة محرجة جدا إنه واحدة من أعرق البطولات المحلية في المنطقة العربية وأفريقيا يتم تسليم درع الدوري في بطولة أفريقيا حاجة مستفزة عيب عيب الشكل وحش المنظر وحش وأنا لو مكانكم النهاردة هبقى مكسوف قوي من نفسي أي واحد بقى أي واحد عشان إياه كانت سهلة آخر مباراة للأهل في الدوري أقول له والله الدرع عهو هاتجمهدك تبقى في المدرجات واحتفلوا بالدرع ونخلص يبقى شكلها أحلى لكي أحنا منبقى تخيل إنت لما تروح للكاف تقول له لو سمحت إزلنا إن إحنا عايزين نحتفل بدرع الدوري المحلي بتاعنا في مباراة مباراة من مبارااتك بالزمة مش جديدة دي جديدة خالص دي جديدة خالص أظن ما حصلتش في التاريخ أظن ما فيش دوري أو بطل لدوري محلي طلب إنه هو يحتفل في بطولة أفريق في أي بقى أي بلد أفريق ما حصلتش مش فاكرة مش شايف ماشي تعال أقول لك بقى شوية كواليس بحسب مصادرنا في النادي الآلي هيكون فيه تي شيرت خاص بالاحتفالية هيرتديه كل اللاعبين والجهاز الفني وقت الاحتفال مزين رقم 44 ده رقم تدويج الأهلي بالدوري أو البطلات اللي خدها النادي الآلي في الدوري المصري الممتاز الأهلي هيعمل حاجة محترمة جدا هيوجه الدعوة للكابتن خالد بيبو مدير الكرة السابق بالنادي الآلي لحضور الاحتفالية بالإضافة إن فيه اتجاه لدعوة خالد الجوادي مترجم مارس الكولر السابق كمان هيبقى فيه اتجاه لتوجيه الدعوة للعبين اللي رحلوا عن الفريق زي محمود متولي ومحمود الزنفلي ده بجانب اللاعبين المعارين أليو ديانج واحمد عبدالقادر ومحمد عبدالمنعم واللعب الرحل أيضا الرحل عن فريق أنتوني مودست دول ممكن بيبوش موجودين في الاحتفالية للارتباط مع فرقهم بس هيشاركوا مع اللاعبين في احتفالية أونلاين بقى أثناء المباراة بعد المباراة الأهلي لسه بيزبط القصة دي بس النادي الأهلي عايز كل اللي شاركوا في إنجاز الموسم الماضي بالفوز بالدولة يبقوا موجودين أداء محترم شغل محترم وده الأهلي يعني أنا متضايق يا جماعة مجدبش عليكم يعني أنا متضايق قوي 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 من فكرة إنه درع الدولة المصري هيتم الاحتفال بيه في مباراة أفريقية بتنظيم الكاف مش حلوة بصراحة مش حلوة وتاني وتالت ورابع وقالف لا قلوم على الأهلي بالعكس نادي الأهلي اختار إنه يحتفل وسط جماهيره برافو قلوم على اللي ما سمحش للنادي الأهلي أو ما أو ما ساهلش للنادي الأهلي إنه يحتفل بدرع الدوري في مباراة محلية مع نهاية الموسم الماضي خطأ خطأ كبير يعني جسيم جدا أنا بقى يعني أنا دايما بحيب أفخر بكل حاجة بلدي ببطولتنا بالدوري بتاعنا أغير عليه أغير على شكلنا أغير على المشهد أغير يعني مفروض اللي بقى اللي بيبقى مسؤول عن الكرة بيبقى الغيرة بتاعته أكبر وأكبر عامل نفسه مش شايف ومش عادف جهكي تكتبا طي شكرا للمشاهدة